عامان آخران لبقاء القوات التركية في العراق وسوريا وهو مطلب حمله الرئيس التركي رجل طيب أردوغان في طيات مذكرة قدمها إلى البرلمان أردوغان أشار في مذكرته إلى مخاطر وتهديدات متزايدة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية للتركية تستدعي قبول طلبه كما تطرقت مذكرة أردوغان إلى وجود نشاط مستمر للقوات الكردية التي وصفها بالمنظمات الإرهابية بالإضافة إلى استمرار عملية تنظيم داعش في العراق وسوريا ما أوجد بيئة صراع دائم يهدد السلام والأمن والاستقرار في تركيا وهو ما يستدعي بحسب مذكرة أردوغان أخذ جميع الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي هنا مطالبات أردوغان هذه تأتي وسط حماية أو حملة جوية تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد الأكراد كما تتزامن مع محادثات أجرها وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في أنقرة مع نظيره التركي يشار جولر هذه المباحثات مشاهدين تطرقت إلى سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين البلدين الجارين في مكافحة الإرهاب